كلنا نعرف أن الاستفزاز هو شيء مشروع بكرة القدم وشيء طبيعي ودائما نتكلم عنه ودائما نتكلم عنه بحاول يخرجوا اللاعب الفلاني من المباراة يحاول يضغطوا عليه ذهنياً كونه هو مفتاح لعب أخطر لعب بالفريقي يعني وما إلى ذلك بس أنك تقضي المباراة على فينيسوس جنيور هو عم يشد شعره أو عم يشد شعر المدافع وكابتن كمان ريال مايوركا والعكس تحيح طوال المباراة ونقضيها خلال 90 دقيقة لأ هذا الشيء ما حصل إلا اليوم بكل صراحة سلام عليكم كيف أنا حبائي وإن شاء الله تكونوا جميعاً بألف خير إذا ريال مدريد بيخسر بمباراة جديدة وبيستمرنا زي في النقاط وغالباً سيما لو انتصر برشلونة اليوم على إشبيلية يعني لازم عادي إذا أتلق أنه الليجة راحت بشكل أقريباً أكتر من 8 إلى 90% خلاص يعني برشلونة هو الأقرب لحسم الدوري وبهذا الفيديو ما راح تحل المباراة راح تكون مقسم هيكلة كزة نقطة حكي عنه بشكل متفرق أول شيء إنه ريال مدريد كله مشاكل مليام مشاكل لكن الناس ما كانت تصدق هذا الكلام الثاني راح تكلم شو عن فيليسونس جنيور فالفيردي على حدة نوعاً ما بجوز فالفيردي ما اطرق له أيضاً راح تكلم عن ريال مايوركا والمباراة وكيف مشيت إنه مو منطق يكون في مباراة بكرة القدم تلعب بهذا الشكل كمان بالنهاية يعني هناك أخطأ ريال مدريد بس كما ريال مايوركا عمل شغلات لا تطاق أبداً بكرة القدم بكل أبالي مثل ما شفنا راح ريال مدريد لينعب بشكل أربعة ثلاثة ثلاثة المعتاد لكن شفنا عودتك أرفخال كما فينجا مثل ما تعودنا مؤخراً عجبها اليسرى ريديجر وناتشو كقلوب دفاع شواميني مع فالفيردي وسي بايوس بغياب أي لاعب من اللاعبين الخبرات أسينسيو فينيسسو رودريغو بالمقدمة رودريغو كان بدال كريم بنزيما كل شيء بهذه المباراة أنا كتبت بين الشوطين إنه هاي المباراة الناس اللي تتابعني على فيسبوك تعرف كتبت لكم إنه هاي المباراة بتحس إنه ما في حل يعني هاي المباراة ذاهبة إلى اللاحل خلص هاي المباراة مش مكتوبة لك يعني طبعاً كانت المباراة لسه شغالة لسه شغالة لسه شغالة ولكن نبين ريال مدريد لو لعب 9000 دقيقة تانية بهذا النمط ما رح يسجل لا يمكن يسجل وحتى طبعاً عداك عن السفزاز ريال ميوركا وكيف نشيت المباراة انت بتشوفهم إنه ما عندك ولا لعب خبر يضبوط الرتم صدفة إنه لا كما فينقا بيومو لا كما فينقا عم يزيد بالشكل الصح للأمام فيدي بالفيردي ما استرجع نفسه لحد الآن ما بعد كأس العالم وهذا الكلام اللي بتكلمه بشكل دائم تشواميني كان مصاب أصلاً ورجعان يعني يا دوبها يعني أوكي تشواميني ربما لا يولام هو عم يقوم بأدواره بالشكل الطبيعي قدر أمكان داني سيبايوس أوكي كان ربما أعلى تقييم اليوم بريال مدريد بهذه المباراة هو الأعلى تقييماً الأكثر تمريراً الأكثر افتكاكاً أقطاعاً كذا عمل كل شيء لكن اللاعب لوحده لما الاثنين اللي جامبه كمحاور اللي خلفه أو اللي جامبه ولما اللاعبين المهاجمين اللي بيكونوا قدامه ما يربطوا معه بالشكل الصح والظهير اللي بجهته اللي هو كاموثينج اليوم ما يربط معه بالشكل الصح ما بحسن يقوم بكل شيء لوحده بالنهاية كرة القدم شيء يكمل نفسه هي منظومة كاملة تكمل نفسها عندك أناس أسنسيو أسنسيو عداك أنه أضاع ضرق للجزاء لكن ما كان حضر اليوم حتى اللي بجهته كرفخال لا هجومياً ولا دفاعياً يعني هو لا هجوم ولا دفاع اليوم كرفخال يعني ولا حوله ولا قوة ألا بله نهائياً رودريغو اللهم كمان كان دائماً ضايع بين عجئة خمس مدافعين طوال المباراة فينيسوس جنيور على الطرف الثاني ما بتلاقي إلا هو والله أنا مدافع اللي كان ماسكه أنا مسكت التليفون بدي طلع اسم اللاعب هذا ما فيه وغونزاليس ورايييو ثلاثة كانوا ماسكينه طوال المباراة بس نازلين دق شعر يعني دق وشد شعر الله أكبر الله أكبر نازلين بس شد شعر مع بعض يا جماعة معقول مباراة تضيئة هيك هل بني هاي كفينيسوس جنيور كفينيسوس جنيور نفسه هو كلاعب أنا لأما أنا شوف شوية مستفز أوكي لكن أنا بكرا هو لا ما بكرا هو أكيد لاعب رائع جداً مهاري وشي شي حلو يعني لاعب رائع خطير سلاح فتاك عندك هذا لكن أنك تتقصد دائماً دائماً موضوع الأفورة بأنك تتقصد هذا اللاعب كلمباراة لا الموضوع صار خارج عن حده خطة ريال مايوركا مبنية على أسفزاز ريال مدريد اليوم كانت تكتيكياً كان عامي لعب خمسة أربعة واحد بيتكتل دفاعياً بشكل جيد بيغلق قدر إمكان كل ممرات التمرير أصر ريال مدريد ما كان عنده الأسماء اللي بتعمل تمريرات بالممرات بشكل صح ولا واحد كان حاضر أساساً بيومه فخلص بقية المباراة حلعفياً يعني هي بمنطقة جاء تسعة على خمسة فخلص ريال مايوركا هو المنتصر البقاء الأقوى هو ريح يكون ما عند فيه الأعلى كعبن والأمهر وريال مدريد لا ما عند فيه لأن غابة الحلول اللي من الأساس لازم يكون هي مفاتيح لعب وأيضاً دائماً ريال مايوركا كان عامي لعب خمسة أربعة واحد لما كان ريال مدريد يضغط ضغط عالي جداً 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 بقصد ضغط مع الكرة أنا ولما يخفف ضغطه النوعاً ما بتلاقي مايوركا يتحول خاصة بعد الهدف هي عملها تقريباً طوال المباراة باستثناء آخر عشرة دائق خمسة ثلاثة اثنين والأثنين بيكونوا واحد عند دائرة مصف واحد لقدامش ويشو الفكرة الفكرة أنك تجبل الريال يرجع مدافعينه لورا إذا لاحظتوا فحتك أنشلوتي لما عملت تبديلات ونزل مودريت نزل توني كروس اللي إجت متأخرة كان لازم تبدأ فيه أنت من الأساس تحسم المباراة تحسم المباراة ممنطقة حسما بعدين عمل تبديلاتك تقول لي انك بارها ثلاثة مباراة في كأس العالم للأندية الليجة الليجة الأبدا تبدي kicked اقتصادياً معلوياً هذا للا تähدى أنك من الحسب كل يقتنا نعرف وهو الدور الاسباني أهما من كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية بطولة ريعية لا أكثرلاً نقطshirts وأنا وأنتم لا thought I was more than I would by my life فخطاء authority tuvo This one top everything الكأس العالم للأندية يعلige nothing else محلي انا بعتبره افضل منه بكل امانة. ما بعرف يعني كان راني شريت التعامل مع المبارات في بداية انه كيف تبدأ هيك بهذا الشكل انه مو طبيعي. اوكي يعني ريال مايوركا ما انه هذا الفريق. ما انه هذا الفريق اوكي. بس تنزل بهذا الشكل وشفت ما في حلول بين الشواطين ببدل خلاص فورا. والله ببدل بعد دقيقة اربعين كمان فورا. بحسن المبارات المبارات فالتاني منك. لانه انت اتلقيت هدف اصلا عم لكم المبارات مو جاية للريال. انت الهدف اللي اتلقيته بشكل لا يصدق حتى. يعني لما ارتد ريال مايوركا عليك ناتشو اتغط على اللاعب. عفوا. كرفخال 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 اتغط على اللاعب. عفوا بعتذر. كرفخال ضغط على اللاعب. غط صح. ورجع لورا شوي. بحيث يكون الرباعي شكله صحيح. هون مين بكون عنده دور الضغط. المحور الايمن. مين محور ايمن في دي بالفيردي. حتى في دي بالفيردي ما ضغط صح. ولما رفعت الكرة ما اجت صح. اجت على راسنات شو اجت بالجول. يعني حتى الحارس لا يولام فيها. لا يولام فيها احد. يعني بس فالفيردي انه ما ضغط هون كان لازم يضغط على اللاعب. ما بصير تخلي اللاعب يلعب بهاي الارقحية. هاي ابجديات كرة قدم. ابجديات كرة قدم. فكل شيء كان ماشي لانه يخسر ريال مدريتين المباراة. لانه تفلت الليجة منه. انت اليوم اكسرت الليجة وريحت تكسب كأس العالم للانبياء. هادي اللي عم يصير. واذا استمرت الاصابات عادي انت عم بتواجه نادي القرن بافريقيا. عم تواجه الاهل المصري على فكرة. لا تستقلوا في هاد الاهلي بالنهاية. ما عم تواجه نادي عادي بعد كم يوم. بالنسبة لفيدي فالفيردي. فيدي فالفيردي طبعا احكي عن فينيستوس بعد شوي كمان. بالنسبة لفيدي فالفيردي. للاماني هاد اللاعب ما عرف بده وقف مع نفسه. يعني هو كمدرب لازم يوقف معه. اللاعبين كلهم يوقفوا معه. حكيت انا عنده كان ظرف خاص اثناء كأس العالم وقبله وبعده. وخاصة وفاة ابنه كذا وما الى ذلك يعني. اللاعب واضح ما رجع عن ذاينية لحد الان. انا بس متعاطف مع هاد اللاعب. مو لاني دائما بقول لكم بحب هاد اللاعب وكذا لا. بس عن جد. لاعب مبين عم يطعب عن نفسه عم يضغط عن نفسه كتير. اتمنى هيك يتسجل معه هدا في اي طريقة. لهي الدرجة انا متعاطف مع هاد اللاعب. بس انه يرجع عيث بيت نفسه. لانه فيدي بالفيردي نحن بنعرف اين هو. وبنعرف شو دائما بقدم لفريقه وقديش بيضحي وقديش بيقوم بتخضيات وضحيات وبيركد ولعب ظهير ولعب محور ولعب مهاجب ولعب بالمساحة النصفية بكتير من المباريات. لا. قدم كتير لريال مدريد بصراحة. انا ما شفت لاعب قدم مجهود بدني باخر السنة تقريبا سنة الى السنة ونص متل فيدي بصراحة انا بحبكم منصف قدر ان كان. مروا لعب فينيسيوس جنيور. فينيسيوس هذا اللاعب المستهدف في شكل لا يصدق صار. هلا انا ما بحب حكي بهي لهجة ولاعب مستهدف وعم يستهد فيه استعطاف كذا. انت ريال مدريد بالنهاية هي مو حجاج. لكن لا وصلت لمرحلة انت صار لازم تحكي. يعني اللي يصير يوم ما كانت مباراة. اليوم تكتيكيا حكيت شو عمل مايوركا هن فكرتين ما في غيرون. ما في غيرون ما في فكرة هجومية اصلا. يا جماعة لو لعب ريال مدريد اليوم بدون حارس ما بتفرق. لانه ما في تزديدات لمايوركا اساسا ما في فرص ما في فرص اساسا يعني. ما كان في. بس اللعبه على العامل الذهني انت مو معقولة تكون خططك مبنية على استفزاز لعبي ريال مدريد. مو منطق. حتقلي الحكم الحكم مو يضنبه. الحكم بيطبق شو بيشوف اخي انا بعطيه كارت اصفر عكذا بق. الحكم اشتغل قانون عادي. لكن ياخي لازم يكون في اجراءات تأديبية. الحكم كان يضبط المباراة تأديبية. مثلا يوبخ اللاعب دير بالك لا تكرر. واضح كانت عملية الاستفزاز معقول والله ييجي لاعب. عام يقول له فينيسيوس والله قبل شعار ريال مايوركا. لا لا هي فيها عقوبة. يعني لازم يكون فيها شي فيها شي هي. مو منطقي يوصل الاستفزاز لهذه الدرجة. طبعا فينيسيوس اللي عجبني في انه ما تأثر. لا وكمل وحصر ركلة جزاء يعني ضلوا يستفزوا ضلوا يستفزوا. سرق منهم ضربت الجزاء. انه يضربت جبارتك انت لتضربني هالمرة. واخدت منك ركل الجزاء. هلأ ضاعت مماركة اوسنسيو حكاية تانية. لكن انا احكي هلأ موضوع فينيسيوس جونيور فبرابو علي هذا الثبات الذهني. بنفس الوقت شوفوا. لازم الكل يحميل اللاعب. لكن مهما عملوا. يا فينيسيوس يا جونيور. مهما عملوا. انت لازم تحافظ على ثباتك الانفعالي. المسألة عندك بالنهاية. لان الاسفزاز سيستمر. اخر شيء سيملوا. يعني انت لما يشوفوك مركز بكرة قدم وبس. بملوا. يعني ما رح يضلوا يلعبوا عليك والله بهذا الاستو. يعني اللاعبت مرة اثنين ثلاثة. وهو صارت اربع مرات اربع مباريات وربعض. يعني صارت المباريات تطاق كمتابعة. فانت بالنهاية يضل مركز بكرة القدم. حينتس هذا الموضوع. لكن بالنهاية لازم تكون في اجراءات ادبية او توبيخية على الاقل بهذا الموضوع. من الجهات المسؤولة ما رح احكمين اللي لازم يتصرف في هذا الموضوع. بالنهاية حبايب كانت دردشة سريعة على اكتر والاقل. لهو تحليل ولا هو شيء نهائيا. نشوفكم ان شاء الله تعالى بعد مباراة توتنهام هوتسبر وكذلك سيتيليون بقمة الدوري الانجليزي وكذلك برشلونا وايشبيلية. استنونا مساءا. نشوفكم على خير. والسلام عليكم.